صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. اه القراءة المعارضة للعاطفة المعارضة في الطاقة العامة. برج العقرب انت تقريبا كده زعلان مع الشريك ممكن. اه كما انت شايف كده. اه مقدم لك اه حد مقدم لك عموما يعني عرض ممكن يكون عنده خط جديد او عرض مصلحة. ولكن انت زعلان اوي 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 واعد تحت الشجرة وبتشكهنك للكبات. مش عارف انت تجننتي ولا برج العرب. برج العرب على فكرة برج يعني هو صغيح لدعيته القبر ولكن والله حساس جدا 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 جدا. وبيحب اوي يحبه يعني. المهم ان انت زعلان قوي ودكرت والله بيشوفها لان برج العرب انه عني ده قوي. متمسك برأي ورأي ورأي. فحد مقدم لك عرض وانت مش شايفه اصلا. ومش شايف حاجة عموما وعموما بتدور على 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 كوباية فاضية هنا. اه سوري كوباية مش موجودة. وفي عرض تاني جاي لك ولكن انت مش عايز كده. اه برضو هنا نفس الكارت برضو. اه حد مقدم لك حاجة. حد مقدم لك ممكن يكون دي طاق طاق ودي طاق الشريك. هو مقدم لك عرض ممكن يكون عند حب بالزبط. وفي عدالة في الموضوع عايز يعمل عدل في الموضوع. او يرجع العلاقة مرة تانية. ولكن انت اه تعبان قوي وبتقول له امشي بقى وكفاية بقى. كفاية كده عمر اللي راح. وعمل تسمع اه برضو 8 عشور. ومجيت على قرامة كتير بقى والحالة العصارات اشتغل. طب مشاهل الشريك ايه. عدد اه. امم. دا انت مش هايل منه او يا برج العرب. مش هايل منه. الشكل كده عمل فيك حركة مش حلوة. ممكن تكون اكتشافت ان في طرف ثالث في العلاقة. اه ومش طرف ثالث. ميكون في طلاقسيوف كده ممكن تكون خيانة. او مرضو مش خيانة. بيكلم حد. بيعرف بنات. كده يعني. بتعرف ولاد. عشان تمشي على الشخصين يعني. او اكتشافت ان في حد بيكلم حد وفلاص. طيب. اه برج العقرب اه شريك نشعره حلو قوي. وبيحبك. وشايفك انت السلميز بتاعه. وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجة الحلوة اللي في حياته. ومش شايف اي مشاكل في العلاقة اصلا. هو آآ مازال بيحمل ليك المشاعر الطيبة الجميلة. واعتقد ان هو فعلا ما قدمك عرض مصالحة. لان انت قلبك مجروحة قوي منه. وآآ بيقولك ما تيجي بقى نرجع الملمة جريها بقى برج العرب. وآآ وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني. وآآ متمسك برأيك بس هو مازال بيحمل ليك المشاعر. لو بتتعامل محدة من برج الاسد. ممكن. او برج مائي برضو زيت. او هوائي. آآ مائي برضو هنا تقليل. طيب. آآ انت بقى يا برج العقرب آآ قلبك مجروحة قوي 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 قوي. وآآ ندمان على العلاقة ككل. وندمان بقى على اي حاجة حصلت. آآ يعني لو كنت آآ بتديله لو كان محتاج منديل وديته منديل كده في يوم الايام. انت ندمان على المنديل ده. وبرج العرب اصلا من الابراد. انا امر في العرب. انا يعني لو قلت الواحد ازايك باندم. باندم والله لكن انت ازاي كده. سوابعي تابت في الكتابة باندم على العقس وبعده وكتب ازاي كده انا ندمان. فآآ فانت ندمان قوي وعندك حصة جديدة قوي من من العلاقة. وآآ شايف ان هي علاقة فشلة. وآآ وآآ وانت ما يعني يقولك ما ما خرجتش اللي بآآ يعني اللي طب تبلح مش عارفة بلح اليمن ولا يعني مش عارفة تبلح اليمن ولا يعني مش عارفة تبلح صح. آآ فآآ يعني الكارتين مش عارفة بعض خالص. اوه شايفك ان انت السول ميت بتاعه لانه مقدم لك عرض تانا اهو. لما انت مسك بيك قوي يا برج العرب. ده مش صعيبك. مش هيسيبك ده راجع وآآ وتقريبا ينسط قيع. مش مش بيهزر معك. لانه هو اهو بص حتى الكروب جاء واربعدة. اهو. معني ما ما خدش كارت رابع بس هي جات زيها. آآ عايز يعمل عدل هو تقريبا حاس انه هو بوز الدنيا. آآ في خناقة حصلت بينكو هالحاجة. او او شاعر بانه فعلا 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 آآ عمل حاجة غير. انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك. او وصل لك اقبار ان هو بيكلم حد عليك. وآآ وسبت العلاقة. وآآ قلت له شكرا قوي على كده. ومشيت. فهو راجع بقى يقولك لا انا ما تسدنيش. والله انا بنغيرك والاسوة. والكلام ده بقى كتير ده. ودعالة وآآ بس انت زعلان منه قوي قوي قوي. ومتقلم منه قوي قوي. لكن هو بقى شايفك ان انت السلمي بكعمل. وآآ نفس الكوباية. وآآ يعني نفس الكوباية ليه لانه فعلا انت كنت متديله حب جامد قوي. قوي. وآآ متديله مشاعر طيبة وهو كان بيديه لك برد. او ممكن يكون مش بيديه لك لان انت مشيت. مشيت وسيته. بس آآ بس آآ بس آآ بس آآ هو شايف ان انت كنت تتديله وكان بيديه لك نفس الحاجة يعني. طب هو شايفك ازاي برج العرب. هو شايفك ان انت آآ شخصا عنيد. وآآ متمسك برأيك قوي. وآآ متكبر كمان. وآآ هو شايفك كده بقى عشان ما تقولش حاجة بس هو صح يعني انت فعلا متبسك برايك قوي. وآآ تقريبا آآ عايز تبصل قدام وتسيبه. وآآ اديت له ضهرك. وآآ بصص له قدام وسايبه خالص. وآآ خلاص بقى. لو انا مش عايز منك حاجة وانا هستطر للواحدي. وهبقى الواحدي وسيدني في حالي بقى. ده بسامحة. لان انت فعلا رفض العرض بتاعه. رفض عرض المسالحة. طيب اه انت شايفه ازاي? انت شايفه لو بتتعمل مع برج الاسد طبعا. انت شايفه شخص آآ اعتقد يا برج العرب هو شخص آآ برضو برضو في صفة اللي عندك. وآآ شخص متحكم قوي. ممكن يكون آآ كان بيخنوقك في العلاقة. وآآ كان مسك عليك قوي. آآ شخص آآ بيحب يتحكم في اللي قدامه. بالمعنى الثاني يعني. آآ بيحب يتحكم قوي في الشخص اللي معاني. آآ متحكم قوي. شايفه متحكم قوي 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 قوي. وممكن كمان تكون شايفه ان هو مدكش المشاعر اللي انت تستحقه. يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص حاجة. تديله مسلا تكلمه وآآ مردين تلات مرات في اليوم هو لما يجي لما تيجي انت تنتظر المكلمة منه ما يكلماش. او انت لكون تتبدأ داي. شايفه ان هو شخص متحكم. وشخص آآ بيقافل قوي 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 على نفسه. مش قافل على نفسه يعني منعزل. لا. بيقافل قوي على حتة ان هو ما يديش لحد مشاعر. قافل على مشاعره قوي. او متحكم فيك قوي قوي قوي. مهم ان هو شخص متحكم معانيد. وبيحكم رأيه. وآآ غيور. ممكن يكون غيور كمان كم جهيرة عليك قوي قوي قوي. شايف ان هي يعني علاقة فيها تحكمات كتير قوي. لان انت مجروح عالبك قوي منه. قوي يعني. وفي حصره وندم به. ولكن هو ما يعني انا حاس ان هو مغيب او حاجة زي كده. لانه يعني عارف انت لما تتفل معاه تقول له يمشي من هنا يلا وآآ ومتجيش هنا تاني. يقول لك لا انا والله ما اسيبك يا انا بحبك. آآ يقول برج العرب بيتحكي عن نفسه برضو ساعات ويقول ايه يقول لا انا همشي من علاقة وهو ده. هقول لك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه? هو راجع لو انتم بتتكلموا مع بعضه وما فيش فراء ولا حاجة واعتقد هو ما فيش فراء. هو هو عمال يكلمك دلوقتي. او هيكلمك. وآآ ممكن يكون تاني عارضي يقدمه او طالت عارضي كمان. او بيزن عليك. لانه زنان اوي. زنان وما بي بيقس على كده. ما بيقس. شخص ما بيقس. آآ آآ كل ما هتجي تقول له. انت جرح تاني. وآآ 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 الطعط في قلبي. وتريبت معاك قوي يروح مدافع عن نفسه بقى. آآ يدافع عن نفسه. ويقولك لا والله ده انا بحبك اهو. استنى بس استنى بس انت رايح فين. خد بس ما اقولك اهنا ده انا بحبك. انا انا غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او او انا مش عايزك تكلم حد غيري. وبتعوه لكن انا بحبك. آآ او انا بحبك عموما يا عشان ما بتقول. لا دول بنتمزها. آآ يعني هو شخص آآ باقي عليك قوي يا برج العرب قوي. وآآ مش ناوي لأ. مش ناوي يمشي. مش ناوي يمشي خالص. وآآ شايفك انت الحاجة الحلوة اللي معي يعني. انت بقى ناوي على ايه? انت ناوي توازن. ناوي توازن عموما. سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية فانت ناوي توازن بين عقلك وقلبك. لان الظهر يا برج العرب ان انت آآ آآ اديته كتير قوي. قوي. وآآ اديته اكتر ما هو الدك. فلزلك انجرحت. وحسيت بعدم تقدير في العلاقة دي. بالزبط كده. علشان كده انت عايز تعمل توازن. انت بذل ما كنت تدي له الالعشر قبات م pollن هتبدأ تدي له مقابل كل قباية. هو دك انا هدي كباية. هتكلمني. كلمتني انا رضا هكلمك. اهتمت بي هيتمي بي. غير كده لا يا عم. انا تعلمت الدرس. انا انجرحت منه خلاص. تقريبا الوجع ده فوقك يا برج العرب وهتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو هدفع عن نفسي ويقولك لو الله انا بحبك وبتاعك على نرجع فلو هترجع تعمل توازن في العلاقاتي وناوي انت اللي تعمل توازن ده ناوي تقوله بقى انا شوف بقى هتخني يا برج العرب لا طبعا يعني الخيانة متبقاش بصادر الخيانة ولكن هناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب وتقوله زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسقط المرود طيب هو شايف العلاقة ازاي هو بصراحة يعني العلاقة حلوة اوزاري ان هو خلاف عالحدات فعلا يعني بسيطة مش حدا صعب يعني الا لو كانت فرعي انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقة ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي بيبسالة دي انا حاسة ان هو شخص زي ما قلتلك شخص متحكم وشايف نفسه شوية ممكن يكون بيشتغل حاجة مثلا مشهورة على السوشيال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه وبيحب يتكلم الناس كتير قوي بس في الاخر انت 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 اللي في باله على فكرة يعني سواء بيكلم انت لو اكتشفت انه بيكلم بنات غيرك ولا حاجة بس انت برضو انت رقم واحد عنه بو شايف العلاقة ازاي هو شايفها علاقة جميلة قوي وعلاقة فيها ذكريات كتير ازار من انتو فعلا بقلكم كتير فترة مع بعض وفيها ذكريات حلوة قوي وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد ما يقدرش يبعد عنك لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك برج الاسد عموما اللي ما بيحبه ما بيسبش فهو شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك انت الشخص المناسب ليه الشخص اللي بيحسسه بالضبط كتير اي شخص اللي بيحسسه بان هو طفل طفل بيتعامل بطبيعته معاك بيحس بالحنان في العلاقة دي انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل وديته ومشاعر جنيلة قوي 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 حسيته الاحساس ده خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة مليانة كبات فيها وردة مش كبات فضية دي فيها ورود وفيها مشاعر العلاقة دي مليانة مشاعر عشان كده هو حسس بان انت انت السلمة بتاعه انت الطرف الحلو اللي فيه عارف لما يقولك انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياتي حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشهول عنك فلا انت رقم واحد يا برج العقل متخافش انت كمان شايفه ان هو بداية حلوة وانه وانها علاقة مليانة حب عالفكرة علاقة فعلا مليانة حب مليانة حب قوي بس ممكن يكون فيه خلفات فيه انت تقمصت منه برج العرب فات منه موقف عمل حاجة عمل حاجة يعني وش اكيد برج العرب ما بيقلبش كده ولكن انت شايف انه فيها حب كتير قوي العلاقة دي فيها حب كتير قوي فيها مشاعر جميلة قوي فانتو اللي انتين مشاعركم متساوية ولكن حصل سوق تفاهم مش اكتر وتطبيبها هتتجعل بعض ان شاء الله بإذن الله او انت ناوي تعمل بتواسك لو انت يا برج العقرب مشيت وسبت العلاقة لو انت اللي مشيت او مكرر تمشي ركز معي بقى لو مكرر تمشي ومكرر ترفض عدد المصالحة وبتقوله لأ مش عايز ارجع تاني النصيحة بتقولك انتظر يا برج العقرب خليك في العلاقة ما تنسيش لان الشخص ده بيحب تقوله قوي وشايفك النصة التانية وشايف ان العلاقة مليانة حاجات يعني لو بازت هتبوز معها حياة كتير قوي لان هو بنا حياته عليك ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحة حتى يعني يجي برضو شخص بيمصح فممكن تكون انت كنت بتمصحه ممكن يكون في ازمة في حياته وانت عدته منها المهم ان هو شاعر معك بمشاعر حلو قوي فالنصيحة بتقولك ما تمشيش سمحت متمشيش يا برج العرب وانتظر وهو هيتصلح لو في حاجة مش عدبك في العلاقة هتتصلح وما تخافش وخش بقلب جامل وبطل بقى تحكم تحكم نفسك بطل تبقى عنيد متمسك برأيك بدون اي داعي لانه اذا اشقلت الدنيا علمون برضو النصيحة انا هلو هو بيحبك قوي على فكرة والنصيحة بتقولك لو سمحت ما ترفوتش العرض وعلى فكرة برضو ذكرت الخاطب واخد واخد قراره على فكرة عايز يربع واسكنت بتتكلمه دلوقتي اهدى عليه لانه هو عمال يدفع نفسه كتير قوي الزر نكون شايد يقولك على فكرة والله العظيم ما عملت حاجة والله لأ والله لأ برج العرب هقولكو بقى يعني مشكلته ايه برج العرب بنات برج العرب بالتحديد متملكة ودي مش عيب مش عيب متملكين ده مش عيب لكن تخنق اللي معها لأ لكن متملكين قوي ويحب الشخص اللي معي بقى بتاعهم مهمة بس فممكن زي ما قلتلك انه اه اه او زي قلتلك يعني عموما انتو شايفين انه هو مهتم بحدات تانية وسايب كنتم متحبوش كده ده برج العرب بيحب الاهتمام قوي فبنشوف المفاصلين ممكن غير طبعا الطاقة الاولانية خالص طاقة تانية ولو شفتها شابعة بخلاص انما لو شفت ان النهاية مختلفة الشاب شغل الشعر ده بيجيبين اه بيبقى مش بتاعطي لان الطاقة دي ممكن تبقى يعني معفوش عن بعض حاجة خالص 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 مفاصلين من برج العرب مش عارب ايه حاليا ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز ايه من ده اه هو حاليا اه مش هقول مستقر ولكن هو شايف نفسه الايام ده واما بدأ يبصل نفسه واما بدأ ان هو يشتغل على نفسه شوية اه خرج برا السجن أفكار طيما بيتعامل مع حد برج الجارزاء يبرج العرب ممكن اخد ورقة تانية بص يا برج العرب هو حاليا آآ خرج بره الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه. العلاقة بازت طبعا. فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها. وآآ وبدأ يخرج بره الافكار السودوية اللي كان عايش فيها سواء اللي هي الم الفراء ولحظة الفراء نفسها. آآ سواء يعني شدته مع بعض اي حاجة. وبدأ يشوف هيعمل ايه في حياته. آآ سواء كان هيتم بشغل. او يرجع العلاقة مرة تانية. لان ده شخص مستقر. وآآ فعلا هو بدأ فعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي. يعني هو حرفين بقى مستقر. وآآ مستقر في مشاعر على فترة. مشاعره مستقر دلوقتي وبدأ خرج من طول دا. طيب هو ناوي على ايه? هو ناوي هو طبعا مجروح. بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجعي لقلبه عموما. فهو خرج طبعا من كده وهو السابق كان بالمنظر دا. قلبه مجروح منك جامد قوي. وآآ تعبان قوي ممكن من غيرك. مش منك. ممكن تقولوا ما عملتولوش حاجة. هو اللي مش. فهو من غيرك تعبان. وآآ ناوي يرجع تاني العلاقة لانه اكتشف ان انت سول ميت بتاعه. ممكن تكون تعملوا محد برج الجوزاء يعني او ميزاني. برج هوائي هو تاني. وهوائي برضو. مش عارف ايه بس تمام. آآ 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 بدأ يكتشف ان انت السول ميت بتاعه. انت يعني انت شخص الجميل اللي في حياته. وانت الحب الحقيقي. وهيرجع توازن العلاقة ان شاء الله بازم الله تاني. ناوي ان هو مش بقول لكم. آآ استكر هو مستقر دلوقتي في مشاعره. هيرجع العلاقة دي تاني وهيشتغل عليها. وعايز يمشي بالعلاقة دي القدام. عايز يمشي بالعلاقة دي القدام. هو آآ حاليا حاليا دلوقتي مستقر جدا في مشاعره. وآآ وبعد طبعا ما كده يعني مش مش مستقر. طبعا حيب نزعل قوي لما نعرف ان اللي بيدي عنه مستقرة. لكن آآ آآ قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده. افرحوا بقى. ممكن يكون ازانة يعني. ازا الشخص ازا برج العام. فهو ما اتخفش هو كان كده. وآآ عايز يرجع. ولو بتعامل ما اخان برج الجرزاء زي ما قلت لكم. او برج الميزان. او برج آآ طرابو. فهو انه يرجع. وآآ وآآ لانه اتشف ان انتو السلمات بتاعه. وهيمشي بالعلاقة دي القدام ان شاء الله بازم يعني. مش حاجة وحشة يعني. طيب العزات بقى اللي هو ما فيش حد في حياتهم. او آآ بقالهم فترة طويلة او ما رتبطوش. لان العزات دول بيبقوا مش منفصلين. حتى لو كانوا مفصلوا. لقالهم فترة طويلة او ما رتبطوش. هيا نقسم الورق الاول عشان عزاب دول حبيبي. ممكن يكون آآ شخص ده هيزهر في شهر التمانية مش سبع يعني. فاآ المساعد ممكن يكون بغاية الرقل. عمليجي يخل بغاية الرقل بحبك في غاية الرقل. في حد داخل في حياتنا ملقة. مشاعره ايه? وناوي عليك. الحمد لله اخر حاجة دي بتعجيبني في الموضوع. طيب قابل بس ما ما بطدي في القراءة. بس رحضي بس دينة. بس يا برج الاعراب. آآ الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك. وآآ ممكن يكون برضو برج برج الاسد برضو. آآ او برج اتراب. آآ الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص آآ قديم برضو. او آآ شخص من الماضي برضو. آآ ممكن ما يكونش كان في علاقة اصلا ما بينه. وآآ ولكن هو يحمل مشاعر خياضة قوي دي. قوي 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 يعني. وآآ ممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت آآ موت زبزبة في الماضي. يعني كان بيخش في حياتك ويخرج تاني بسرعة. يعني يتكلم شهر ويغيب تلاتة شهر ستة شهر. فما كنتش عايف هو عايز منك ايه? وبعد كده مشي تماما ومرجعش تاني. فهو راجع تاني. وآآ ممكن يكون شخص جديد بقى. شخص آآ يعني آآ يعني شخص حبوب جدا. وآآ وبيحمل مشاعر طيبة لك. وآآ يعتبر السلميت بتاعك. او شبهك. لان ممكن يكون شبهك مش السلميت بتاعك. شبهك بس مش اكدر. وآآ مشاعره ايه? هو مشاعره مندفعة جدا عليك. وآآ عايزك. وآآ عايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا. عايز يقفل عليك الشابتر من حياته. عايز يقفلها عليك. وعايز استقرار معك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت. مختارك انت وعايزك. ممكن تكون كانت علاقة سلاسية وهترسل عليكم تلكين بس. شكلها كانت علاقة سلاسية فعلا. شكلها كانت علاقة سلاسية فعلا. آآ زي ما قلت لكم حد بقى دين. بقى له فترة كبيرة قوي ما تتكلمش معاكم. وآآ كانت علاقة سلاسية. وآآ انت سبت ومشيت. او بقى حصل فراء وخلص. هو حصل الفراء. وانت بعدت عنه. ولكن القدر رجعك تاني. دي عجلة الحظ القدر الليك في لفته. ورجعه تاني. وهو شخص طيب على فكرة مش وحش. وآآ اخترك انت. وجايلك باقصى سرعة آآ عنده. بس خلي بالك ان المشاعر بتاعته مش مش مستقرة. خلي بالك يعني. آآ يعني مش مستقرة بيفقد كتير قوي 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 قوي. والآن من الخطوة اللي هو هياخدها. دي مشاعر. الآن. آآ بس هو عايز يجي. وعايز يستقر عليك. ويقفل زي ما قلت لك عب. يقفل الشابتر عليك انت. شابتر من حياته عليك انت. ويقفل الماضي اللي حصل. لان هي زي ما قلت لك ممكن تكون كانت علاقة سلسلية. وآآ حبك انت وشايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت. ده ستة كبيرة زي في القراءة التانية بتظهر يعني. يعني آآ آآ حصل اشتياء. ده معنى اصح. وهو على فكرة اتخزل من الشخص التالت. والشخص التالت سابه. لو علاقة سلسلية خلاص راحت. وهيرجع لك انت لانه مش عارف يعيش من غيرها. مش عارف اصلا. كل معيه جينامي في تكر الزكريات اللي فهو راجع تاني. وعايز ادي فرصة للعلاقة دي مرة تانية. ده طاقة تالتة خالص يا برج العقد. عشان ناس اللي بتتفرج ما تقولش ده طاقة تانية ما تكملها مع تلتة. لا. ده العزابر. بقى لهم فترة طويلة او ما رتبطوش. او كانوا مرتبطين. او كانت علاقة ما كانتش علاقة اصلا. يعني عارفون بعض ولكن لاحد يتكلم ولا حاجة ولكن انت اكتشفت مفترة التالت. وست ومشيت. فهو نهى الطرف التالت. ونهى خالص الموضوع ده. وجاي لك انت يفتح معاك اللي هو ده. طب نشوف مشاعرك انت ايه تجاه العرض ده. انه ده عرض عموما. حتى لو كان عرض قديم فهو عرض. مشاعرك ايه? او. يا ايه جات معايا كمينة? جات معايا كمينة. انت انت هتبقى فرحانة قوي 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 بالموضوع ده. هتنتصر. هتحس ان انت انتصرت يا برج العرب. هتحس ان انت انتصرت. اه انتصرت بيه هو. وتقريبا زي ما قلتلك هو ثابت او انت سبته. وزيلت قوي على علاقة اللي فاكت دي. بس متقلقش. هو بيفكر فيك وعايزك. ومشاعرك هتستقر. والموضوع هيمشي للي انت عايزه. وهيمشي القدام وهيمشي للي انت عايزه ان شاء الله بازن الله. يعني ان شاء الله الحمد لله انتهيت على خير. ابراج المائية هقول الحمد لله بتنتقي على خير. اه برج العرب اتمنى تكون القراءة عجبتك. وبعيد تاني. اه طاقة الاولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالية. وانا بعملها تلاتة كده. عشان الطاقات ايه? هي ممكن تكون القصة شبهت. ولكن حدست مع حد تاني غط. عشان الاولانية لو راجع والتاني هنا ما بيفكرش اصلا والتالتة حد اه ليه يعني مختلف تماما او بيفكر ينتقم مسلا ولا حاجة. فلا. ملاش قد معنا. والناس اللي بتسأل لا اهو ترابي ولا مائي ولا ولا ولا. عندنا خارط الابراب. اه شمسي طالع. اه اه قمر. فممكن يكون اه الشمس بتاعه الحوت. والقمري عقرب. والطالع بتاعه او الصعيد بتاعه اسد. اتفضل اسيدي. فخلاص الدنيا يعني كده. يعني انا مسلا كل طاقاتي مائيا. مصلا. حوت وسرطان ومهضة الليلة كلها. فاتمانا تكون القرآن عجبتك يا برج العرب اللزوز. وان شاء الله بازم الله تبقى علاقة موقفة. شكرا ليكم وانا تنسونيش ولا اشترا.